كففت مصر جهودها لإبرام صفقة التبادل والهدنة في غزة بين إسرائيل وحماس ونقل تلفزيون القاهرة الإخبارية عن مصدر مصري رفيع المستوى القول إن المفاوضات تشهد تقدما إيجابيا وأن القاهرة تجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف لإنجاحها ووضع اللمسات الأخيرة على بعض النقاط الخلافية العالقة فيما أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن وفد الحركة سيعود إلى العاصمة المصرية في أقرب وقت لاستكمال المحادثات